بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث الرحمة المهداء دايماً وإحنا في يوم السبت بنكون مع أحبابنا المقبلين على الزواج أو المجددين لزواجهم دايماً بتبقى اللحظات دي لحظات سعادة ولحظات كمان هنا وإحنا لما بنيجي نتكلم معهم بنتكلم معهم عشان حياتهم تترسم بألوان السعادة وعشان كده لازم جملة من المهارات وأخذنا على عتقنا من فترة إن احنا نتكلم عن جملة من المهارات هيبقى اسمها المهارات الزوجية والمهارات الزوجية دي مهارات مهمة جداً جداً يكتسبها سواء المقبلين على الزواج أو سواء اللي بيجددوا زواجهم أو سواء اللي بيعانوا مشكلات زواجية بس احنا مركزين في يوم السبت ازاي نأحل المقبلين على الزواج وكمان ما فيش مانع على فكرة ان احنا في الجواز كمان نتأهل عشان كمان نطور زواجنا النهاردة هنتكلم عن مهارة مهمة جدا 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 لما بنتكلم عن مهارة بنتكلم عن شيء هنمرسه ونعيشه ويدخل جزء من حياتنا الشخصية وجزء من حياتنا الزواجية المهارة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة مهارة في غاية الاهمية مش كلنا على فكرة بنفهمها بشكل صحيح في العلاقات اللي بيننا وبين شركاء حياتنا مهارة مهارة النهاردة مهارة مهمة جدا وكتير لما بيفهموها بيكونوا في حتة تانية وهي مهارة الاحترام الزواجي عارفين ان انا دايما بقول ان الحب الحقيقي هو الحب العيش حب الحياة الحب الحياتي اللي فيه اربع حاجات اللي فيه بيتوفر فيه الامان وبيتوفر فيه الاهتمام ويتوفر فيه الاحترام ويتوفر فيه كمان التأدير النهاردة بنتكلم على مهارة الاحترام الزواجي اللي هي القدرة يبقى الانسان عنده قدرة على انه يعبر يعبر عن ايه بقى؟ عن احترامه لشريك حياته وتأديره ويتعامل معاه كمان بطريقة تظهر هذا الاحترام مش بقى الاحترام ده في داخله بس لا يظهر هذا الاحترام ويظهر هذا الاحترام وهو قصد ايه؟ قصد يبين ويوصل لشريك حياته انه قيمة اضافية في حياتهم الزوجية ويقول لزوجه وتقول لزوجها ان احنا عيشتنا مع بعض اضافة لحياتي وان احنا مع بعض حياتنا بقت افضل الاحترام ده وبالشكل ده بيخلي الاتنين يوصلوا الى انهم يحسوا بالنشوة وبالسعادة وبالفرحة لما يكونوا جم بعض الاحترام ده الاحترام الزواجي ده بيخلي الجواز ليه اهمية ليه فرصة انه هو يفتح باب واسع على الوسع والفرح والراحة الاحترام ده بقى بيشمل ايه؟ بيشمل شوية جوانب من الجوانب اللي بيشملها الاحترام احترام المشاعر فلازم تقدر مشاعر شرك حياتك وما تسخرش منها ما تبقاش هي حزينة عشان اختها متضايقة او حزيقة وهو حزين عشان ممطه بتعمل عملية وتقوله ما كلنا نهى هو ايه فيه ايه؟ ده كلام ما يصحش وما ينفعش يقلل منه من مشاعره ولا ان سبب شعوره ده اللي بيشعر به ان الشعوره ده اطولى ليه لازمة وعلى الزوج تحديدا انه يراعي ده بشكل واضح لان الستات بتكون اكثر عرضة لتقلب المشاعر بسبب تكوينها الفيسيولوجي المختلف عن الرجالة ومررها بفترات بتبقى فترات تغير هرموني وده بينعكس على حياتها المزاجية ومشاعرها ونزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا استوصوا اه ده الاحترام الزواجي هنا في الحتة دي الخاص بالستات هو تطبيق لقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا احترام كمان جزء من الاستصاع بخيرا بالنساء ان احنا نحترم مشاعرهم وهي انه ايه كمان تحترم مشاعره كمان من مظاهر مهمة جدا جدا واللي بيشملها الاحترام الزواجي احترام الافكار فكل زوج لازم يحترم افكار شريك حياته يقدر افكاره ويسمعها وينقشها باحترامه ويراعي فيها ويحللها ويدق فيها شوية و هو اول ما يسمع كلمتين تلاتة يروح رامل فكرة وخاصة لو كان الحوار دوته او الاراء دي باللي بيتعلق بحياتهم بمدارس الاولاد او كان بيتعلق بعنشتري الشقة فين او عن بيتعلق وكمان بان هم هيجيبوا الاكل الاسبوع ولا بشهر ولا عاملوا ايه في الازمة الاقتصادية دي تالت حاجة تالت مظهر احترام الجسد الناس كتيرا ما بتقاش فهم يعني ايه احترام الجسد لما بقول لهم دايما عاصل الكلام دوت انا قلته كتير ودربت الناس عليه كتير ويا سلام لما سمعوا الكلام دوت حياتهم اتغيرت يعني ايه احترام الجسد عندنا مفهوم غلط ان احنا بدل بقينا زوجين انا طول ما انا ماشي كده اخبط في شريك حياتي لا هو من حقه ان هو يحتفظ شوية باحترام جسده هل معنى كده ان احنا بنقول بالتباعد الجسد دي لا 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 فيه فرق كبير ما بين التقارب الجسد اللي بيخلي فيه مواد ده ما بين ان انا احس ان جسدي محترم ما يبقاش كل شوية حد يخبطني او حد يديقني او حد يخليني قاعد حاسس ان انا متحرج وبيبقى ده زيادة قوي عند بعض الناس ان عندهم بيخافوا على جسدهم فيه بنات كتيرة لما بتجي تتجوز بتبقى بتخاف على جسدها اه بنقول لها تغير ده بس جزء من الاحترام الزواجي ان احنا الراعي ده ان احنا الراعي ان الجسد بتاعها ليه خصوصية ان الجسد وليه خصوصية ما بنقولش بالتباعد لما بنقول بالاحترام كل ده اشكال من اشكال الاحترام شكلي كمان من اشكال الاحترام احترام الروح يعني وده خاص بمسألة الاحترام بالجزء الديني وكأن احنا بنقول احترام العقل احترام الدين احترام كمان العرض احترام كمان في احترام الدين بقى احترام الروح فما حدش يتريع على طاعة بيعملها حد يا سلام بقى لما تشوفش الراجل يقوله يعني خديني على جناحك أو يا سيدي خلاص مش للدرجات دي يعني لما يكون مثلا بيمنعها أنها تغتاب أو تنم أو أنه هو مش عايز يتكلم في حد تقوله خلاص يعني أنت اللي فينا متدين ده كله مش شيء إيجابي أو حتى ما يسخرش من معصيته أو يعيروا بيها فالنصيحة لها طريقة والطريقة دي أفضل ما تكون ما بين الزوجين عشان يحترموا بعض والاحترام المبادل بقى دوات الاحترام الزواج ده لازم يكون متبادل لو تم بطريقة حرفية وكويسة بيبني الثقة ما بين الزوجين ويفتح بقى بواب السعادة على مصر عايها فالاحترام مش بيستبق أنك تفضل دايما إيه اللي حاصل ما تسقشي لفظية أو جسدين لشريك حياتك ولكن أنك كمان تظهر التأدير والامتنان والمحبة وعشان نعرف إزاي نعيش بالمهارة دي عندنا شوية خطوات كده نعلمها لكم احنا في أي مهارة بنساعدكم إزاي المهارة دي تبقى عندكم بإن احنا نشرح لكم إزاي تكون موجودة أول حاجة الاحترام المتبادل المهارة دي بتشمل شيء مهم جداً دي جداً إن كل واحد فينا يقدر شريك حياته يعني يقدر شريك حياته يحترمه كشخصية فريدة دايماً بقول لكم لازم يقول لها إن هي قطعة ما حصلتش تقتاني ولازم هي تفاهمه إن هو البطل فدي مهمة جداً في شريك حياته في الاحترام الزواجي إن كل واحد فينا يحسس التاني بالإيمان اللي فيه حضرة النبي يقول يسأله من أحب الناس إليك يقول عائشة ليس عن ذنذا نسألك يا رسول الله ولكن نسألك عن الرجال قال أبوها فينسبه ينسب سيدنا أبو بكر صديقه الصدوق إلا السيدة عائشة عشان تحس بأهميتها ومكانتها عنده ولزيك لازم نفهم ونتعلم إن التقدير والاحترام ده شيء مهم جداً وهنا ما فيش فرق ما بين الزوج والزوجة فكل واحد فيه كل واحد فيه محتاج للإحترام ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الحاجة التانية بقى الجزء التاني أو الخطوة التانية أو السلوك التاني اللي بيه تقدر تحصل مهارة الاحترام الزواجي الاحترام للخصوصية والحدود ده معنى إيه؟ معنى إن كل واحد فينا كل واحد من الزوجين يحترم حدود الحدود الشخصية اللي يشيرك حياته فما يتدخلش في الأشياء اللي بيفضل شيرك حياته إنه هو ما يتدخلش فيها زي مثلاً علاقته بأهله ما يجيش يسألها ده مش من الاحترام الزوجي إن أنا سألها أنت كنت بتقولي إيه المامتك دلوقتي ولا هي تقوله أنت قلت إليه أختك إيه؟ ده ليس من الاحترام احترام الخصوصية كمان احترام الممتلكات أقول لكم حاجة لازم نعرف إن احترام الممتلكات شيء مهم جداً جداً فيه رجالة كتير مراتاتهم لما تقول لهم ما تاخدش مفتاح العربية بتاعتي من غير إذني يتدايق جداً ويعتبر دوت إنهم مش نوع من أنواع الاتحاد لا هي بعايزة تشوفك أنت بتحترمها وبتحترمها ولا لا لأن احترام الممتلكات ده شيء مهم هل ده معنى كده إن هي ما تسمحش لزوجها اللي هو يسوق عربية أنا ما قلتش كده بس الاستئذان شيء مهم قوي وإنتم سمعيني دلوقتي الأزواج سمعيني طبعاً الأزواج اللي توجعوا وإنتم كمان وإنتم بتتعاملوا ده حاجات بيتربى عليها الشباب هو الاستباحة اوعى تمارس الاستباح ابني العزيز اللي سمعني دلوقتي وإنت مقبل على الزواج إياك والاستباح ما تستبحش شريكة حياتك وإنتم لو كنتم عايزين تعدلوا من علاقاتكم الزوجية وتجددوا علاقاتكم الزوجية ارجعوا عن الاستباحة الاستباحة يعني إنك تتصرف في ممتلكات شريك حياتك زي ما أنت عايز لا دايق زي ودايقه سواء كانت الفلوس سواء كانت الأدوات سواء كانت أي حاجة هقولك حاجة فيه ستات جدا جدا تتدايق لما حد يستخدم معجون السنان بتاعها طب ليه لأنه بتحس إن جزء ده جزء من إن انت لما تيجي تستأزل منها بتحس بياه ده بيحبني ده شايفني عارفين الحاجات الصغيرة اللي بقولها دي هي لاتخلي زوجها تقول ده جزء شايفني أو مش شايفني تالت حاجة التعبير بلطف واحترام إن انت تعبر بلطف واحترام لشريكة حياتك أنا عارف أنا هو بتكلم لأزواج يعني بيتقلب على بس أخواننا المخبنين على الزواج واللي عايزين يجددوا يلا توكلوا على الله ويعملوا الكلام ده لما دي جي تعبر حاجة التالتة السلوك التالت التعبير بلطف واحترام بقى ده يظهر فيه إيه بقى يظهر في التعبير عن الرأي بلطف واحترام ما تسفيهش الرأي التاني ما تعرضوش للإهانة وما تتجوز عليه وما تتجوز على حقوق الآخر فلازم كل واحد فينا في الحوار يتكلم ويقول رأيه وأنا أتعامل معه برشد والهدف من التواصل الجيد هو إيصال المواد ده والرحمة كعنصر أساسي واكتمال الأفكار والتعاضد والتعاون فلازم تكون كله ده بتعبر عنه بلطف مش إن كل واحد فينا عايز ينتصر ويثبت صحة رأيه وينهزم التاني وينكسر ده ما يبقاش جواز ده ده يبقى معركة ولزي كل ما تعبر عن رأيك بلطف واحترام التاني يحس بإنه هو محترم الحاجة التالتة احترام الاختلافات والتفاوت وده بيكون واضح جدا 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 أثناء النقاش وأثناء ليه طيب نحترم التفاوت والاختلافات لأنه إحنا معترفين إنه إحنا من ثقافات متعددة وإنه إحنا مختلفين فعدم التقليل بقى من رأي حد أو من قيمة حد بسبب التفاوت ده سواء التفاوت ده والتفاوت ثقافي أو التفاوت ده والتفاوت اجتماعي فما ينفعش يعني زوجتك لو أهل منك في الدرجة العلمية مثلا وتفضل أنت تعمل إيه تتفه من كلامها كل ما تتكلم تحسسها بأن هي ولا حاجة ولا بتفهم وأن هي جاهلة وما نمش من حقها تتكلم أو أن هو كمان ممكن يبقى إيه اللي حاصل يبقى كلامك أنت بس لو روح تسقف الأول روح إيه رأي كويس بعدين تتكلم كل ما تبين احترام الاختلاف وأن الرأي ده وأحلى حاجة بقى في احترام الاختلاف أن تبين الكلام ده بأن الكلام بيتكامل الكلام بيتكامل شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم احترم إزاي وجهة نظر السيدة عائشة وإزاي احترم وجهة نظر الستينة المسلمة حاجة من أرقى ما يكون خامس حاجة الاحترام للقرارات المشتركة وأن نستمع لبعض استماع والقرارات المشتركة دي نحترمها بشكل واضح قوي لأن كل ما يتضمن الاحترام للقرارات كل ما الإنسان يحس أنه في مكان مهاب مكان محترم ويحس بإيجابية ويحس أن كل ما تستمع لرأيه وتحترم وجهة نظره زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشير زوجاته وهو في غنى حضرت النبي في غنى عنده حضرت النبي كان بيأتيه الواحد ومع ذلك يعمل إيه يستشير زوجاته طب يستشير زوجاته إيه مش بس كان بيستشير زوجاته فيما يخص النساء زي ما الناس بتروج كان بيستشير زوجاته في كل حاجة فيه خروج في أحد فيه كمان في العمرة وإزاي السيد دينا المسلمة أشارت عليه كل دوت بيبين إن ده جزء من السعادة عايز تسعد اعمل كده السلوك اللي بعد كده والمهم اللي احنا نتكلم عنه الاحترام في التعاملات اليومية دي بقى نقطة مهمة جدا إن التعاملات اليومية لازم يكون فيها لطف كده واحترام لازم يبقى فيها طريقة كده بتبين إن الشخص ده في مكانته عندك فما ينفعش تتجاهله ولا تقلل من قيمته حتى في الأقراءات البسيطة يعني ما ينفعش إن انت لما تيجي تتعامل مع اللي بيركن عربية ولا بيتعامل مع معاون الخدمة عندك تقول له لو سمحت بعد إذنك من فضلك شوف بحض التداب يتعامل إزاي مع ستنة صفية ستنة صفية موقف بسيط عايز تركب النق حاجة سهلة حاجة سهلة ما فيش أسهل من كده فسيدنا أنس بن ملك بيقول إيه رأيته النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلسوا يعني يعمل إيه راح جاء لهم العباءة وجلسة عند بعيره فيضع ركبته يحط ركبته كده وتضع ستنة صفية رجلها على ركبته على ركبته حتى يركب حتى تركب يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يا الله على حبنا لك يا رسول الله على جمالك يخلي ركبته صلى الله عليه وسلم سلم عشان الستنة صفية تركب تركب الجمل بتاعه ايه الرواعة دي ده تفصيلة في اليوم وش زي شوف التفصيلة كمان بتاعت اليوم كان رسول الله عليه وسلم في مهنة أهله يعني بيساعدهم في التفاصيل اليومية ده تحس هي بالتأدير تحس ان هي بتعمل عمل مش عمل حقير تحس ان هو عمل حضرت النبي عمله معايا رقم سبع والسلوك السابع التأدير لجهود والمساهمات يا نهارة بيط على التأدير والجهود للمساهمات والامتنان في ده بيخلي الواحد في السماء بيخلي العلاقة في حتة تانية زي ما بيقولوا ان انت تحترف قمتها فمثلا الزوج لما يقوم بدور ان هو يدعم اهل زوجته يبقى ايه اللي حاصل يبقى واجبع الزوج ان هي تعمل اتقدر ده وتمتنى لي يا جماعة شراب الامتنان شرابه من شهد منة الله سبحانه وتعالى اللي يشرب شريك حياته الامتنان يرتوي صدره بالحب ولا الزوج لما زوجته تساعده في مصاريف البيت وتساهم في نفقات البيت ما يجيش يقول ايه ما انت بتدفعي ده وتليك يقول اولادك غلط هي كمان شارت حاجة مش مسؤولة عنها هي تحملت مسؤولية فلازم يمتنى اليها والامتنان ده هو هو التطبيق العملي لقولي ولا تنسوا الفضل بينكم هو الامتنان يا جماعة وعشان كده لازم نداوم على الامتنان رقم تس رقم تمانية ان انا لازم ازور احترام قصاد الناس بعض الازواج عندهم قافة كده في حاجة في دماغهم انا معرفش جابوها منين ان انت كل ما تقلل من شريكة حياتك كل ما تقلل من مراتك قدام الناس كل ما يظهر ان انت راجل عندك قدرة وسيطرة ليه لان انت ما بيهمكش منها اه بس انت بتمئزيها والازو دوت بيحسسها بالمهانة وتحس ان الدس على كرامتها فلا ده حرام لكن العكس مهم جدا جدا عندنا مثل لطيف بحب انا اقوله في الجزء ده اللي يقول اللي مراته يهانم يقفوها السلالم واللي يقول لمراته يا عورة يلعبوا بيها الكرة هذه الامثلة لما كانت مغروسة في حياتنا الناس كان عندهم فانت لازم تظهر الاحترام امام الناس رقم تسعة استخدم صيغة الطلب لما تيجي ومش صيغة الامر ده يا سلام بقى لما تقولها وتقول لها باسمها الدلع وتطلب منها مثلا الحاجة او تطلب منك الحاجة ان اننا نستخدم الطلب مش الامر لو سمحت ممكن تجبيه لكوبات شاي ولما تجي يا سلام بقى لما تجيب لكوبات شاي تسلم ايدك كمان ولا مثلا لما هي تطلب منك حاجة تجيبها حاجة انت وراجع تقول لك ايه بعد اذنك ممكن تجيب لنا كذا 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 يا تعبت نفسك ربنا يخليك لينا وربنا يبارك لينا فيك احنا من غيرك ولا حاجة ونقصنا كم مليون حاجة كل الكلام ده مهم رقم عشرة وده اللي احنا هنختم به لأنها مهارة مهارة زي ما يقولوا كده هندي ميت مهارة كده مصنوعة بهناية لأنه انا عايز اقول لك حاجة اول حاجة بتتكسر ما بين الزوجين الاحترام واول حاجة لازم تتبني ما بين الزوجين الاحترام ده شيء مهم جد الاحترام ما يودينا على الامانة يودينا على حاجة كتير عاش حاجة لازم الشكر بعد كل خدمة تشكر من غير ما يطلب منك لازم تشكر وخلي الشكر ده تحت بند ايه من لم يشكر الناس لم يشكر الله يعني زوجتك كباية شاي جزاك الله خيرا تسلم ايديك ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك لازم تشكر كل ما تعمل الكلام ده كل ما القلب يرق ايه الخلاصة ان بعد ما قلنا كل الكلام ده عن مسألة مهارة الايه مهارة الاحترام الزواجي انا عايز اقول لكم كلمتين مهمين جدا عن مهارة الاحترام الزواجي مهارة الاحترام الزواجي مهارة اساسية مش اساسية بس بمعنى ان احنا لو تركناها ممكن نتدايق لا اساسية بمعنى ممكن جواز كله يتهد عارفين المية اللي ممكن تنشع في علاقة هي عدم الاحترام وعارفين العمود اللي يسند علاقة هو الاحترام وعشان كده الاحترام الزواجي مهارة لاستدامة العلاقة لأنها بتساعد على تعزيز التواصل والثقة من بين الشركين وتحسس كل واحد أن علاقته جيدة يقدر يستمر فيها النهاردة احنا تكلمنا عن المهارة دي والمهارة دي من أهم المهارات اللي عايز يسعد ويتهنى ويكون في أحسن ما يكون لابد أنه يكون بيمارس مهارة الاحترام الزواجي عارفين الاحترام الزواجي بيعمل إيه؟ بيخلينا نحس أن احنا مش بس أحسننا الاختيار لكن كمان أحسننا العيشة مش مهم بس أن انت تحسن الاختيار لكن مهم أن انت كمان تحسن العيشة مش هتقدر تحس بأن انت أحسنت العيشة وأن انت في عيشة كلها نعمة وكلها بركة وكلها فضل إلا إذا صنت علاقتك بالاحترام الزواجي يا رب اجعلنا نعرف أننا كلنا لك عبيد وإذا كنا عبيدا لك يا مولانا نسألك أن ترقق قلوبنا لينظر كل واحد فينا إلى حسن شريك حياتي فيحترمه ويقدره ويعرف قيمة ما يبذله في حياته يا رب حل كل واحد فينا في عين التاني ووفق ألسنتنا للتعبير عن الاحترام ونجعل قلوبنا مليانة بالرضى بشركاء حياتنا عشان نغذيهم بمنة ما تجريه على قلوبنا من منة المودة والرحمة والسكينة يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك وصفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ونخصص لها وقت وتفضل مجالس العلم منيرة بأسئلتكم وكمان بتعليقاتكم وبتواصلنا الدائم ولكن اسمحونا نبدأ أول سؤال معانا النهاردة مع السيدة ومزياد السيدة ومزياد تتفضل سلام عليكم يا شيف وعليكم السلام رحمة الله وبركاته كل سلام حضراتك طيبة وحضراتك طيبة وبصحة وبسلام وبعافية وبنعمة الله يبركناك بص يا دوكياتور أنا عندي مشكلة بس مش ليا تفصي واحدة زمي طيب تفضلي جزء من النوع المتعطي المخدرات طيب بين يسلمه ويسلمه أمين يا رب وهو مش مقتنع أنه هو من الشرب اللي بيجيله تهيوات كتيرة واللي ماسكه دلوقتي أنه هو ممسوس وعنده جن وبهدي للدنيا بالسرطة دية طيب وهي بقالها سنة بتعاني من الموضوع الأولى ولما حاولت أن هي تنفصل عنه والدها قال لها هتجيلي من غير ولادة يعني هي تسيب ولادها معها ثلاث أصفال طيب فهي لا عارفة تسيب ولادها وتروح لبيت أبوها ولا هي عارفة تعيش في الجو المقهرة بدوت طيب أم زيادة بس أنا طبعا عشان أجاوب على السؤال دك وأنت محتاج صاحبة السؤال خلينا أسألك سؤال ونحاول نجاوب عليه السؤال بيقول إيه بيقول هي أولا حالتها الاجتماعية شكلها إيه تاني حاجة هو بيحبها ولا لا متعلق بيها ولا لا يعني نعرف نضغط ولا ما نعرفش نضغط الحاجة حاضر حاضر طب اسمعين يا موزيات طيب عشان أنا عايز أخد فرصتي بس حاضر يعني أول حاجة زي ما قلنا كده هو أن هي حالتها إيه تاني حاجة هنقدر هنقدر نضغط تقدر تضغط ولا لا ثالث حاجة هو عنده فلوس ينفق على الأولاد ولا لا يعني هو هينفق على الأولاد لما تسيبه وتروح لأبوها ولا لا الحاجة الرابعة والمهمة هو إلى أي حد بيطعط المخدرات ما وده كله إحنا لما بنيجي نتكلم في مسألة تتعلق بالمخدرات لازم نشوف الأبعاد دي على فكرة أنا ما قلتش أن دي محاور مش خطوات بالترتيب يعني الأسئلة دي دي محاور بنسألها وفي أسئلة تانية أثناء الإرشاد حلق جلسة الإرشاد الزواجي بتيجي أسئلة كتيرة بنجاوبها طب عشان أريحك إيه اللي هيحصل اسمحيلي أنا مش هقدر أقولها تعمل إيه غير لما أسمعها لكن أنت لو عايزة دلوقتي تسأليني سؤال عام كده بما أن حضرتك بتقولي كده لازم يتضغط على الزوج ده لازم يتضغط على الزوج ده بوسيلة من وسائل الضغط إما بوسيلة الليه طيب لأن إذا لم يتم الضغط على الزوج ده هو دلوقتي في مرحلة اسمها مرحلة الإنكار الديناير هو منكر أنه هو عنده مشكلة من مسألة دي ودي من أشد المراحل والمرحلة دي لو توجوزناها بنشم الأمل في أن الشخص ده ممكن يروح يتعافى من تعطى المخدرات لأن لو كان أنت بتقولي هلاوس إحنا كده خلاص خلاص زي ما بيقوله كده بالتعريف بالتعريف بيضي في نشان هو مدمن فهي بتتعامل مع شخص مدمن إذا كان بقى تجيله هلاوس من نوع المخدر اللي هو بيجيب تعطى ده فهي خلاص بقى مدمن فإحنا الحل بتاعنا إيه بقى؟ الحل بتاعنا إن إحنا لازم نضغط عليه نضغط عليه بحد بيحبه يعني حد من أقاربه والده والدته لازم يضغط عليه نضغط عليه بحضرتك يعني لازم حد يضغط عليه عشان يبتدي رحلة للعلاج أنا بقول لها تلات حاجات أول حاجة لازم لا ترضى بإن هو يظل مدمن على المخدرات وتستمر معاه لإن العواقب وخيمة جدا الحاجة التانية تضغط الحاجة التالتة لازم تدعيله ولازم هي تبحث عن موارد من موارد الرزق لإن إحنا مش ضمنين إلا يحصل فالتلات حاجات دي لازم تعملهم السيدة اللي حضرتك سألتيني عنها صديقة حضرتك دي لازم تعمل التلات حاجات دي عشان نقدر نتعامل مع المسألة دي معنا الأستاذة فيروز أهلا بك يا شيخ بجد حضرتك كلها مميزة جدا الله يبرك في حضرتك وإحفاظك يا ستي أنا عندي بس فتوى بخصوص قطع الرحم يعني عايز أعرف أنا وضعي ده قطعات رحم ولا لا أنا عندي إخوات من الأب وأمي لهم زوجة أب تمام؟ فيهم أخت هي خطة كنت تعاني من أمراض نفسية هي جوازت تابة جوازة وأول جوازة لها كان فيها أطفال وثابتهم ومشت فهي أي حد بيقرب منها لازم بيتئذي بتئذي يعني بتئذي بالكلام ولا لازم يتئذي تعمله مشكلة فعلية مشاكل فعلية الأول أنا كنت مش بتتكلم معاها لأن هي طبعا إحنا نحاولنا أن نحن نقوم سلوكها بكذا طريقة يعني مثلا على سبيل المسال ممكن تخلي تتهم واحدة في أرضاها فتخلي جوازة يتقلب عليها فتعمل حاجات زي كده ده حصل بالفعل لما فصلناها ودناها عند جوزء من أهلنا عملت مشاكل هناك آخر مشكلة حصل طيب ما دي لازم تروح لطبيب لأن دي محتاجة دعم نفسي هي الفكرة أننا يعني أنا أنا أصغر واحدة في أخواتي يعني أنا الفرق ما بين أخواتي 13 سنة و 15 سنة وأقل 11 سنين فالفكرة أن أنا أنا لما بعث كان الأول عشان خاطر والدتي وكنت بسمع أن هي بتتشتم وبتتئذي منهم كتير بس كده كده أنا كده كده أصغر واحدة فأنا دوقتي آخر موقف حصل معاها حتى يعني من قريب كانت أزت أخويا برضو مع مراته بكلمة دوم كلمة تليفون فقط الوقت أنا أنا مسامحاها ومسامحاها في اللعنة وفي والدتي وعزراها وعزراها هي ممكن يكون عندها تعب نفسي أو حاجة هل أنا كده بتعادي عنها مجرد بعض الأذى ده قطى رحم أكلم حضرتك نعم بس يا ستي أنت دلوقتي سلة الأرحام المفهوم الأساسي في ذلك السلة الأرحام هم قارب الزوء قارب التي لا نصل إليهم إلا بالأم لكن دولا الأقربون والأقربون أنت أختك دي دي أختك لأبيكي لأنه واضح أن هي دلوقتي بتتعامل معاكم بهذا الأساسي أنت ليس في عندنا مفهوم مهمة جدا في سلة الأرحام وهو مفهوم الواصل الواصل للرحم ليس هو المكافئ أنا شايف أن حضرتك يعني في إدارة العلاقات اكتفي بأقل قدر يدفع عنك الأذى يعني لو كان الاتصال التليفوني بس يكفي فاتصل التليفونين أما وإن إحنا وصلنا للاضطراب النفسي بس أنا برضو عندي تساؤل بما أنكم كلكم كل الإخوات متفقين على اضطرابها فإيه اللي بيزعلكم؟ وأنا برضو عايز السؤال يعني إذا إحنا برضو أصلحنا برضو الناس اللي عندهم اضطرابات نفسية إحنا برضو لازم نراعي ده يبقى جزء من تقييمنا للموقف في التعامل معاهم أنهم مضطربين فإذا كانت هي مضطربة نفسيا وهي بتعمل الكلام ده لازم الأسر كلها تكون متواصية بإن إحنا يا جماعة إحنا مش هندغط عليها ولا نضغط على نفسنا مش هندغط على نفسنا بإن كلامها مش هيكون مصدق عندنا وفي نفسها مش هندغط عليها أن إحنا نحسبها محاسبة الإنسان المتزن على هذا الكلام فدوة هيحل مشكلة كبيرة جدا 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 إن إحنا كلنا عارفين إن إحنا متعامل مع حد مش متزن فده هيريحنا كتير بتقولي لي أعمل إيه اكتفي بالتصالي بالتريفون إذا كان ده مش هينالك بيه أذى إذا كنت بتتأذي فيك فيكي إن إنتي ما تعمليش ده لإن إنتي در المفاسد مقدمون على جلب المصالح فإنت لو عملت ده لدفع الأذى فلكي أن تفعلي هذا لإني لو كانت هي مؤذية على الطريقة دي نفترض إن هي فعلا عندها هذا الاضطراب وزوجك مش راضي يصدق ده وإن هي ممكن بمكالمة تفسد العلاقة لو إن كنت اتصلت بيها لك أن تمتنع عن ده ودوت لدفع ضررها لأن الدر المزال نعم معانا أستاذ أمير أستاذ أمير أيوة أستاذنا سلام عليكم يا دكتور الله يكرمك تكرمني يا أستاذ أمير بأنك أنت توطي تلفون حبيبي أنا بكلم في التلفون ده وقت طيب خلاص لا ممكن تكرمني توطي التلفزيون وتسمعني لا أنا بكلمك في التلفون ده وقت بس أوطي التلفزيون حبيب قال بإزايك لا أنا بكلمك في التلفزيون ده وقت ماشي ماشي كل السلام حضرك طيب وحضرك طيب وفي صحة وسلم أنا سعيد بيك والله بشخصيتك العمديا وعالم جليل أنا بس بتحية لك على أنك في هذه القناة لسه قريبا شايفك كلمت أولاده كلهم عشان يشوفوك بأنك أنت رجل عالم فاضل على رأس فربنا وفاك الخير وربنا يخليك في هذه القناة طوالي ربنا يحفظكم اتفضل يا أستاذ أمير أنا سعيد بيك والله وفرحم بيك أوي 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 يعني الله يرضى عنك ويزيدك نور وبركة وفضل ونعمة شكرا الله خير شكرا أنا بس بأدي تحية لك ودعينا بس بالتوفيق من الله والله العظيم يعني اتسال حضرتك يعني أدخل عليها السرور واسمح لأننا أدعي حضرتك وأدعي أسرتك الكريمة وأدعي لكل مساعدين أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الأيام دي أيام باركات ويجعل إن شاء الله هذه الليلة ليلة بركة ونور وفرج وفتح وهني حضراتكم كلكم بليلة النصف من شعبان وافتكروا أن بعد مغربة اليوم إن شاء الله يكون في خير وبركة كبيرة فإن شاء الله يكون الأستاذ أمير وأسرته وكل المشاهدين إن شاء الله من أهل الفوز بهذه النفحات وتعرضوا للنفحات دي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فليلة النصف من شعبان وما يليها لابد أن نتعرض لها جميعا بالاستغفار وبالتوبة والصلاة على حضرة النبي وبالمعاهدة وكمان بطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وما تنسوش مصر في دعاكم عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويتفضل علينا يا رب العالمين نعم السيدة منور تتفضل ألو أيا سمع عليكم السيخ وعليكم السلام راحة الله بركاته مع عليكم حدودك عندي سؤالين تفضلي أول سؤالة أنا متجاوزة من أربح سلين ونور نعم فأول ما متجاوزت جوزي هو الغاية دلوقتي حالين تبقى فيه خاصلة مش حلوة أنه بيحب يتكلم في التليفون مع ناس تانية مع ستات تانية مع ستات يعني وأنا زعلت كذا مرة وقلت الأهله كذا مرة وكان رد أبوه علي في الوقت ده هو حر وحر أنت عارفتي عايزة تعيشي إيشي مش عايزة أنت حر وبمع أننا في أرياف فأنا كنت خايفة من فكرة الطلاق ما كنت عايزة تطلق ومش حباه بس ده كان أول سؤال أنا أعمليه معها فأنا أغيره طيب مع ليس حدراك السؤال الثاني هو حاليا كده بيستاهر شغله طبعا السياحة بيقعد شهر ونص فطول الشهر ونص هو حاكم علي أن أنا ما رحش بتابويا غير كل أسبوعين ثلاثة أروح يوم وارجع ما عدش هناك فغضبت من فترة وأبويا قاله أن تيجي خلات وقت لها يومين ثلاثة معانا طالما ده من تشهينة فوافق جينا لما روحنا قالي لا أنا ما حدش يمشي عليها ببيتي واللي أنا عايزة هو اللي هتعمليه وكل حاجة يصير اللي هو عايزه أنا أعمله بس اللي أنا عايزة لأ فأنا بقوله ربنا ما بيقولش كده يعني بقولش أنه يؤمر 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 بس وشكرا عفواً عفواً عم نور بوس يا منور أول حاجة بس أنا عبتدي بالسؤال التاني وبعدين نجاوبك على السؤال الأول أن السؤال التاني هي خد وقت شوي أول حاجة السؤال الأولاني السؤال التاني بيقول هو ينفع أنه يمنعك ما ينفعش يمنعك من أهلك خالص لكن اللي هو بيسمعلك أننت تظهريه وترجعي ده جائز فكرة انه هو بيمنعك من أن أننت تباتي له حق لأنه ممكن يكون البيت محتاج لك ممكن يكون أي سبق من أسباب احنا بننصحه انه ما يتعنتش هو بننصحك انت ان انت عليك بالطاعة الرشيدة هو ما بيمنعكيش من انت زوري اهلك زوري اهلك وارجعي واسمعي كلامه وديت الافضل ليك والاحسن السؤال الاولان بقى اعمل معاه ايه لانه بيكلم ستات كتير اول حاجة لازم وقف وانا مش موافع على الكلام اللي قاله ابوه ان ابني يخسر ويكسر ويعمل وقلق ده حرام دي خيانة شاكل من اشكال ده مزينة بس شاكل من اشكال اللي هو الكلام ده والكلام اللي فيه تجاوز صبعا انت بتكلمنيش على ان واحد بيكلم واحدة بيقولها صباح الخير ده واحد بيكلم واحدة والدنيا بتسرح منه فاذا كان الكلام فيه اي تجاوزات فاي تجاوز ده حرام اي واحد بيكلم واحدة ويتجاوز معاه ده حرام فاذا كان هو بتجاوز في كلامه مع الستات ده حرام وانا ما شوف ما اسمعته الست بتقول ان جوز بيكلم ستات ما تقول الجزء بكلم ستاتي بقى المسألة ايه فيها تجاوز فيها ايه تجاوز ده حرام ايه تجاوز بقى في كلام جنسي ايه تجاوز فيه كلام فيه تعليق واحدة فيكسر قلبها بعد كده ايه هو يتعلق بيه كل الكلام دوت كل الكلام دوت مليان من مفاسد فهو حرام عليه بتسألين يعمل ايه لازم نوقف ما تسبيش الكلام يا تراكم ويقولك ما انت عرفت ورضيتي يوقفي وانت مش مضطرية ان انت الوقفة دي تكون وقفة دي عن طريق اهله بدل والده خلاص ما مشيش معانا وما اتكلمش معانا يبقى نقف وقفة دي واحنا محتاجين نتكلم بشكل واضح معاه عشان نقف الوقفة دي فالوقفة دي مهمة جدا 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 بعد الوقفة دي كمان احنا محتاجين نسأله سؤال واضح هو احنا عايشين مع بعض دي ونتكلم هو ايقول كلام سخيف بس احنا نيجي نرسم مع بعض احنا عاديين نتجاوزين بعض ليه ونتكلم كلام صادق ونسمع منه هو ايه مشاكله فكل الكلام ده احنا محتاجين نتكلم فيه بشكل واضح ونصحت الحقيقية ليكم لو سمحتي هتيه وتعالينا مركز الانشادي الزواج في دار الافتاءة المصرية لان المسألة فعلا تحتاج الى تدخل خبير بدل المسألة فيها هذا النوع من انه بيكلم ستات كتير يعني ممكن يكون مدمن لهذه المسألة فهي محتاجة لدخول خبيرة عشان يقدر تتعامل معها يا ساد احنا النهاردة بعد المغرب بعد المغرب هتكون ليلة من الليالي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال لما السيدة عائشة تبعته حتى ذهب الى البقيع فلما رجع وكلمها فقال لها هذه ليلة يطلع الله سبحانه وتعالى بها على الناس فيغفر لمثل غنم كلب عندهم اغنم كتير فعايز الرسول اللي يستخدم هذا التعبير المبالغ فيه عن المغفرة وفي رواية اخرى يطلع الله سبحانه وتعالى على الناس فيغفر إلا فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاح فهذه الليلة ليلة عظيمة ليلة الله سبحانه وتعالى يفتح فيها أبواب البركات والرحمات وينزل من العطاية ما يليق بكرمه سبحانه وتعالى فتعرضوا لهذه الليلة تعرضوا لهذه الليلة الزي أول حاجة تتعرض لهذه الليلة بالعبودية لأن الله سبحانه وتعالى قال أليس الله بكاف عبده فتعالوا نقوم نعدي الخمس حاجات دي ولا اللي انت لازم نعملها عشان نقدر نتعامل مع ليلة النصف من شعبان أول حاجة نستغفر تاني حاجة لابد أن نحن ماذا نقبل على الله سبحانه وتعالى ونعاهد الله على أننا في هذه الليلة وخاصة في شعبان الذي ترفع فيه الأعمال فنسأل الله أن يرفع عملنا ونحن في غاية النقاء والصفاء فأول شيء ببساطة خالص نستغفر الله تاني حاجة نسامح الناس تالت حاجة نعاهد الله على الطيابة أن نحن نبقى طيبين رابع حاجة نبتدي مشروع خلق جديد نعمله في حياتنا فنبتدي نعاهد الله سبحانه وتعالى أن نحن نختار على الأقل تمن أو عشر أخلاق نداوم عليها في هذه السنة آخر حاجة لابد أن نحن يكون لنا خلوة مع الله وندعو الله سبحانه وتعالى بدعاء ومثل أن نقول له اللهم يا من تجليت علينا في هذه الليلة بكرمك ولطفك فغفرت للمساكين وللفقراء وفتحت أبواب رحمتك وفتحت أبواب كرمك اللهم إني أسألك وأنت الكريم وأنت الودود والذي فتحت أبواب الفضل والجود أن تغرقني في فضلك وأن تغرقني في كرمك فلا يبقى في قلبي مسقال حبة من خردل من وقع أو ألم أو ضيق أو حرج اللهم اجعلها ليلة جبر خاطر بأن تجعلني في ديوان المقبولين وأن تكتبني في ورسة جنة النعيم وأن تجعلني من السعداء في هذه الحياة الأولى ويوم ألقاق يوم الدين واجعلني يا ربنا على الدوام في رضاك واجعلني من أهل محبتك ومن أهل اتباع حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وآله وسلم اشتركوا في القناة